اشتركوا في القناة نفسها طبعا جمهور عريض بيتابع ماذا عن مستقبل مصر في عملية تنظيم البطولات الرياضية والى اي قادر هي نكحة في هذا الامر ايه اللي بتحتاجه في الفترة القادمة من اجل مزيد من الاتقال في عملية تنظيم البطولات الرياضية الجذب الجماهيري وايضا السمعة الدولية الافضل في هذا الاطار خلونا نتكلم اكتر من خلال ضيفي وضيفكم في هذا الجزء من هذا الصباح وهو الاستاذ احمد اشرف الناقد الرياضي بجريد الدستور صباح خير يا سيد احمد عملية تنظيم البطولات الرياضية عملية مش بالسهلة ولا الهيئة بتحتاج لعدد كبير جدا من النقاط المهمة اساسها ان يكون في بيئة سمحة بعملية تنظيم البطولات الكبيرة وايضا امكانات باي قدر مصر لديها هذه القاعدة اللي بتنطلق منها في عملية تنظيم البطولات الرياضية مصر لديها قاعدة كبيرة جدا يمكن خلال السنوات الاخيرة وتحديدا نقدر نقول من 2016-2017 كان فيه اهتمام واسع جدا من وزارة الشباب والرياضة ومن الدولة ومن القيادة السياسية للدولة على الاهتمام بالرياضة واهمية دور الرياضة مش بس على الصعيد الدولي حتى على الصعيد الشعبي والوطني بحيث ان المواطن المصري يقدر نوعي يمارس الرياضة ويهتم بالرياضة فكان فيه اهتمام بالرياضة بشكل كبير جدا والاهتمام بالبنية التحتية الرياضية كان بشكل رائع للغاية خصوصا في السنين الأخيرة شفنا مدينة مصر الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية تم تجهزة بشكل أكتر من رائع من 2017 لحد 2023 المدينة فيها 20 هيئة رياضية طبعا غير من 20 أقصد منشاقة رياضية وصلاة مغطاة ملاعب رياضية مجهزة على أعلى مستوى شفنا مصر في السنين الأخيرة وخصوصا في آخر سنة استضافت كتير من الأحداث الرياضية مش بس القرية حتى العالمية يعني في الوقت الحالي احنا بنشوف بطولة الجنباز الفني بدأت انبارح ومستمر ليوم 18 بمشاركة 20 دولة على مستوى العالم بطولة الجنباز الفنية مؤهلة لأولمبياد باريس بنشوف بطولة العالم للريشة الطايرة بدأت في يوم 12 ومستمرة لليوم 18 ففي بطولات كتيرة جدا خلال السنة الأخيرة دي على مستوى كافة الألعاب البطولات دي كلها يعني بتعزز أو بتدعم الصورة الزهنية لدى الرأي العام الأجنبي على قوة مصر وقدرتها على استضافة كتير من الأحداث الرياضية بطولة رياضية يعني بنية تحتية قوية في هذا المجال بنية تحتية عاملة ازاي عندنا في هذا الإطار البنية التحتية على مستوى يعني على مستوى سواء بنشوف ملاعب مجهزة في الصلاة المغطة في استاد القاهرة وفي الاستادات الأخرى وفي مدينة مصر الرياضية اللي ان شاء الله هتستضيف كتير من الألعاب الفترة اللي جاية مصر استضافت حوالي 20 فاعلية رياضية إقليمية ودولية في الفترة ما بين 2016-2023 دي دراسة للمركز المصري الفكري والدراسات وخلال الأعوام ما بين 2024 و2026 في خطة لما هو أكتر مصر محتاجة إيه علشان هذه الفعاليات تضاعف عن هذا الحجم وده اللي مطلوب فعلا في الفترة القادمة بالتأكيد الفترة اللي جاية محتاجة أن مصر تستضيف مزيد من البطولات عشان تأكد كدرتها على استضافة طبعا الحلم الأكبر أولمبياد 2036 نتمنى إن شاء الله أن مصر تستضيف الأولمبياد ده حلم كبير الحقيقة جدا جدا وفي نفس الوقت ده بيبقى تجهيز لبطول الدورة الألعاب الأفريقية اللي هتستضيفها مصر 2027 فمصر الفترة دي محتاجة تستضيف كثير من الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب وهي بالفعل في خطة موضوع من وزارة شابو الرياضة طبعا بنشكر دكتور أشخ الصبحي وزير شابو الرياضة بمجهود رائب جدا خلال الفترة اللي فاتت يعني علشان يوفر البيئة السمحة والمناسبة لاستضافة كافة الألعاب الرياضية واستضافة المعسكرات بمختلف الدول الصراحة اللي بتلقى كثير من القبوء من نقدر نقول الدول اللي هي بتيج بتشوف مصر بتشوف قدرة مصر وإمكانياتها الهيلة على استضافة كافة الألعاب بدون أي مشاكل وبيلقوا راحة وبيلقوا كل حاجة يعني سيد أحمد ذكرت مدينة مصر كنموذج من الأشياء الدولة قدمتها في الفترة الماضية في إطار عمل البنية التحتية الملأمة للبطولات إيه اللي بتتمتع بي المدينة دي وبيجعلها أنصر جذب في هذا الإطار يعني المدينة مساحتها كبيرة جدا بتشمل كافة التجهيزات اللي بتلائم المدن الرياضية على مستوى العالم يعني ما تقلش عنها حاجة خالص فيها نقدر نقول عشرين عشرين مبنى رياضي أو عشرين ملعب وصلاة مغطاة بتصطديف كافة الألعاب يعني بأحدث التجهيزات المختلفة فلأ المدينة الرياضية مميزة يعني يعني فيها خدت جهد كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت خصوصا في آخر 8 سنين فلأ تقدر أنها تستضيف المختلف الألعاب يعني ساعتها بقى ساعة الاستيعاب يعني مثلا لو احنا بنفكر في أولمبياد احنا محتاجين أبكام مدينة رياضية بنفس النصق يعني أعتقد أن احنا المدينة الرياضية تقدر أنها تشمل مختلف الدول أعتقد أن احنا ممكن هنكون بحاجة لمدينة رياضية أخرى لكن المدينة وكذا فقط لو نجهز الأولمبياد خصوصا برضو الصلاة اللي في استاد القاهرة وفي استادات الأخرى تقدر أنها عندها الإمكانيات أنها تسمح أنها تستضيف الألعاب الأخرى يعني في بطولات بتتنظم يمكن الجمهور العادي ما بيهتمش بيها إن الجمهور هي هي اللي شغل الرأي هي اللي شغل الرأي عام عشارة الكورت الريشة عشارة البطولات تسيرة مقامة ومنها كمان الرماية اللي بيقام فيها بطولات دولية إيه اللي بيخلي فيه ثقة من قبل اتحاد الدولية إنها ترسل دينا هذه البطولات يمكن الثقة لأن كان فيه فعليات قبل كده وكان فيه بطولات خلال الفترة اللي فاتت قلنا في آخر 6-7 سنين نجحة نجاح رهيب وبرضو خلينا نقول برضو إن فيه اهتمام شعبي بكورت اليد يعني كورت اليد برضو من الأسباب وكورت الطائرة من الأسباب اللي بتخلي المواطن المصري بيقدر يتابع حتى روش الألعاب الجماعية المواطن المصري بيهتم إنه هو يتابع على عكس الألعاب الفردية ما بيبقاش فيه اهتمام قوي من المواطن باستثناء طبعا السكواش يعني إلى حد ما المواطن المصري بيتابع سكواش إلى حد ما لكن ألعاب الجماعية زي الطائرة زي اليد فيه اهتمام شعبي بيها النجاحات الكبيرة لحقيقتها مصر خلال السنين الأخيرة خلت بقى فيه ثقة من الدول ومن الاتحادات الرياضية في مختلف دول العالم إنه لا إحنا نيجي مصر فيه ثقة كبيرة أن مصر تقدر تستضيف كافة الفعاليات المختلفة تقييم الفائدة الاقتصادية من استضافة البطولات إيه؟ الفائدة الاقتصادية يعني إحنا هنتكلم لو فيه إن شاء الله الفترة اللي جاي استضافة كثير من الفعاليات هيبقى فيه طبعا استفادة كبيرة بالنسبة على مستوى السياحة أو على مستوى أن يبقى فيه تدعيم الاقتصاد بكثير من الاستثمارات الخارجية يعني هيبقى فيه فايدة كبيرة إيه أقرب بطولة إحنا بنتمح إن إحنا نستضيفها في الفترة الجاي طبعا زي ما قلت حضرتك دارة الأعاب الأفريقية دي خلاص دي 2027 دي الأهم اللي هتستضيف مختلف الفعاليات الرياضية سواء الجماعية أو الفردية في مصر يعني على المستوى القاري في دارة الأعاب الأفريقية هي المطمح الكبير يعني ده اللي احنا بنتمنعه إن شاء الله الفترة الجاية تكون فيها المزيد من البطولات على أرض مصر بما يتناسب ويليق مع اسم مصر في هذا المجال أستاذ أحمد أشرف النقض الرياضي في جارية الدستور شرفتنا بوجودك النهاردة شكرا لكم مشاهدينا بكده انتهت فقراتنا النهاردة في هذا الصباح بكرة إن شاء الله يوم جديد فقرات جديدة ومتابعتنا الإغبارية مستمرة معكم على مدار 24 ساعة شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم